كتعني من التجاعيد في الوجيه ديالك في العنيق ديالك في الليديدات ديالك مخليتي مجربتي وتحجة منفعتك اليوم ما جبت لكم الوصفة السحرية الميتالية لعلاج التجاعيد مهما كانت الحدة ديالهم فاللي شافتك كتعتك كبر من العمر ديالك اليوم ان شاء الله غتصغاري لي بعشرين سانة فوصفة اليوم بالقرنفل وكريم نيفيا العلبة الزرقة لتبييد وترطيب الوجه وجميع المناطق الموجودة في الجسم المناطق الحساسة اولى فهذا الوصفة لبنات اثنان في واحد فهي تبيض الوجيه ديالك تعالج لك تسبوغات وخالي وجه ديالك يكون مكم مشكل كرشة يعني ولي حالته تبارك الله ما شاء الله دبا الحال كي ما كان قوله سخون كان مشي والبحار لابيسين وجهنا كيت برونزا كيزيدي كحال كيزيدي ولي وفيه تسبوغات ونمش وكلف فما كين شاء البنات حسن هاد للمولاتي الوصفة ليعلاج التسبوغات والتجاعيد اهم حاجة ان هالبنات ما كتخليهش التجاعيد دقة بطلة والبنات اللي كي ما كان قوله صغرين في العمر ولكن كي ما نشارفين في الفلاج فان شاء الله بوقيت كدابة نودي تحييي ديالي العقز تحييي داك الشيلي فيديك ونودي تجرب لي هاد لاغوسات ديال القرن في الكرام نيفيا وترديع لي الخبار في التعاليق جميع لي كومنتاق البنات ارى كي ما كان قوله كنجاوب كل شيء وجميع لي كومنتاق مفتوحين للجميع يعني اي تعليق خليتي راتي يبقى مرحبا بكم وما تنساوناش غزالاتي من اللي اللايك وفعلا البنات هاد الوصفة ره السدمة لانها دائما كتستخدمها الامجالي هي وصفة الامجالي المفضلة وبالنسبة القرن فور رهما عاروفة البنات بعلاج تجاعد بشد البشرة بالنسبة البنات اللي كي سولوني على التراهولة تيقولوا لي لابو ديالا رهام حرحرا يعني لابو ديالا واكلة لعصاد ديال بصح شنو الحل الحل هو ادي لي هاد الوصفة وتجربيها وتقول لي في كامون تاغل تحت واش عجباتك او لما عجباتك شون متأقدم طبيعي تحال مليون في المئة ان شاء الله غتحجبك لانها كتعطينا ضارة في نفس الوقت كتجبد لك الوجيه هديالك كتبيضوا ليك وكتحيد لك السواد حول الفم يعني الدوفي يعني فوق الشفايف بالنسبة البنات اللي كي حيدوا الدوفي هكدا ايا مثلا بلاسيغ ولا بالخيط وتيبقى مثلا الدوفي عندهم كحل فرا كتحيد الكحوليا وكتوحد لهم ديال البشرة بالنسبة البنات اللي مموحداش لهم البشرة ان شاء الله غتتصدموكي ما تصدمت انا يا فهد لاغواسات ديال القروم فالو كرام نافيا وما تنسوناش غزالتي من اللي لايك ديالكم باش هكدا تزيدوا تشجعونا لان او بغاموا البنات وصفة سهلة مهلة غير لي ما بغتش تديرها غير لي ما بغتش تديرها وتحيد عليها العقز وما تنسوناش من اللايكات كيما قلنا وتفرحونا وتشجعونا باش نساء الله نزيدوا المزيد من الوصفة الطبيعية الاقتصادية السهلة والجديدة وما تنسوناش من التعليقات ديالكم وشيدعيوات الله يسهل عليكم يا ربي ويعطيكم كل ما كتمناه وميال له معنا باش نتعرفوا الى مكونات الوصفة المهم البنات اول حاجة غنحتاجوا القروم فل او ما يعرفها البنات بالميسمار انا في دول اخرى ما عرفت شنو كيتسميوا هاد الاشبة خليوها لنا البنات في التعليقات قولنا شنو سميتها انا كنعرفها بالقروم فل او ما يعرف بالميسمار هاد شي باش كنعرفها انا يا مهم هنا البنات عندي كيميا ديالقروم فل كنشدوها و كنطحنوها مطبيعة الحال مزيان مزيان تكتولي بهذا الشكل هانتما البنات هدا هو القونفل هكذا هي كي يجي مطحون باودر يعني غبرة وثاني مكونا البنات هو كرمناديا غنوريه لكم جميع احجامه مع ذكر الاتمينة و باش تعرفي اصلي باش هكذا نكونوا واضحين فهو البنات كي يجو فيه ثلاثة ديال الاحجام كي يجي الحجم الكبير متوسط و الصغير نهضروع اللي كبير 28 درهم مغربية ستجدوه في جميع المحلات عند مالي الماكياج البقالة في ممشيتو ستجدوه هاد له كرم نافيا في 150 ميلي لتر باش كتعرفي اصلي بهذا الكتابة نطبعة و المحفرة هذا باش كتعرفي اصلي يعني كرم اوريجينال لما كانت كتابة محفرة يعني هذا كرم غير اصلي كل الحجم المتوسط تقوى بالكتابة نطبعة و المحفرة في 60 ميلي لتر الثمن ديال والبنات هو 12 درهم مغربية و كل الحجم الصغير 7 درهم مغربية و فيه 30 ميلي لتر ها هو و مطبعة باش كتعرفيه كرم اصلي مهم هدهما المكوينين الاساسيين لقرنفل مطحون مزيان و كرم نيفيا العلبة الزرقاء دابا البنات ندوزوا باش نتعرفوا على المكونات التانوية فالمكونات التانوية لبنات غنحتاجون نشا اللي كي بيض البنات و كي خليلو كوغ ديالك صافي حليب هنالبنات عندي هاد نوعية ديال نشا لتمن ديالات قريبا سبعة ديال دراهم و كي نوحد اخرى تمن ديالسة دراهم مهم اي نوعية نشا تفرط عندكم استخدموها هنحتاجوا القرنفل غبرة او لمطحون هنحتاجوا نيفيا هنحتاجوا نشا او ما يسمى البنات بالدورة او للميزينا هنحتاجوا معلقة ديال القهوة سواء أستا او ناس كافي او ماركات خرا المهم تكون القهوة التركية و للقهوة حبيبات بالنسبة لهد النوعية فهي ممتازة بزاف كتبياد كتبياد القوماج خفيف لانها مطبيط حال غادي تدوب مع الكرام نيفيا يعني لا تحتاجوا داك القوماج الخفيفة البنات المهم سواء أستا او لنس كافي بجوجهم زياني بجوجهم فهنا نشا القهوة القرنفل كرام نيفيا يعني دا بحالينا البنات وصلنا الربعة ديال المكونات سنحتاجوا كذلك الماء ديال الورد هنا البنات عندي هذا ديال بوستان ديال قلعة مقونا صالح للتجميل و حميرة للعين والحمى والتجاعد كذا بالهيلات السوداء اشتوها البنات غزال و ممكن تستخدموا حتى الماء ديال الزهر بحال بحال الماء ديال الزهر البنات تاوزوين مهم اما ماورد اغير هو البنات حاولوا تديروا فتلاجة باش هكدك يكون بارد ومنعيش وكاعتك واحد لك لا واحد لماعان البشرة ديال الوجه ديالك فنعاوضوا المقادر قرنفل قهوة كرام نيفيا ماورد ونشا وفي المجموعة دنا خمسة ديال المكونات وعلى بركة الله نزول طريقة ديال التحضير كما قلنا حبيبتي الله يساعدكم ويفرحكم باش ما تمنيته لا تنسوناش من واحد لايك كتشجيع منكم لياما غتخسري التاشي حاجة غتزيد يتفرحيني وكما غتفرحيني فالله ينورك ويفرحك ان شاء الله باش محبة القطر ديالك فدابا البنات غناخدوا معلقة ديال القرنفل وغادي نضيف معي ديال القهوة وغادي نضيف معي وهنا غادي نضيف قهوة سريعة الدوابان هاي القهوة وغادي نجمعهم بالماء ديال الورد وهنا الماء ديال الورد الماء ديال الوردة اللي بنتراك يزول حتى انتفخ العين والهيلات السوداء يعني اي مشكل عندك تحت عينك او محيط العين ديالك ديري ليه الماء ديال الورد اردع ليه الخبار مهم هنا كنحاولو نجمع هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم ديال الورد حبيبتي ديال القهوة نحاولو ندوبوها باش كتدوب زيان زيان دابة غادي ندوز باش نضيف كمية من الناشا او ما يسمى بالدورة اوي الماء زينا نضيف 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 البشرة ديال الوجه كيعطيها تفتيح فكنحاولو نجمع هاد المقادر هادو ودائماً كنضيف المدير الورد بالنسبة الزرق 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 كرام نيفيا الزرق 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 هذا ما عليك إلا تطبيقها على وجهك على عنقك على اليد مهم البنات فين ما كانوا تجاعد فين ما بنلك تبرقيع زائد تجاعد بالنسبة للبنات اللي يقول ليش ممكن ديروا احتى المناطق الحساسة اهل البنات ممكن مثلا ديرها البي الفخدين تحت الابطين الكوعين المرفيقين بالنسبة للعريسات اللي كي بنوجههم مكمش مع العلم انهم صغارين في العمر يعني ما كبانين شفسين والوجه ديرهم مكمش فغير ديروها على دامانتي سهلة واقتصادية وبسيطة بسيطة بزاف وكما كان قولوك تقام بسافر در هميلا عندك هاد المكوين العجيب السحري ألا وهو البنات القرنفل بالنسبة للبنات اللي هيقولوا لي من بعد ما نستخدموها ونغسلوها اه شحال غا تاخد بعدها ديال الوقت فهي كتاخد 30 ما بين 20-30 دقيقة ومن بعد ما تكملي حاولي تغسلي مزيال من طاقة اللي طبقتي عليها الوصفة وحاولي ترتبي باش بما كان سواء بكريم سواء بزيد سواء بدك شي اللي توفر عندك ارتبي وانا البنات دائما كان فضلت ترتبو بهذا كريم نفي العلبة الزرقاء لانه كيرتب بعمق وديريه في الليل اه من الاحسن ما تديري شو تتعرضي الاشيعة الشمس اي كريم و اي زيت من الاحسن ما تديري في الليل قبل النوم فهد فصل الصيف ولا فهد الفترات ديال الحال سخون داروري ما انفوت بتخرجي تقضي اي غرض خارج البيت تاخدي لك خونتسولاغ ديالك بمودة الشمس على حسب لابو ديالك يعني وشتوتها معاك البشرة الدهنية الحساسة العادية المختلطة القرآن فقط تبقي الكيمية اللي ستكفيك و تعودها كل ساعتين هذا الشي اللي كان نديري لبنات بنسبة المتسبيعات ديالي كي سولوني على شنو كنستخدر فانا البنات داروري ما كان دير الواقي شمسي ما كان ديري الكريمات ولكن في اللي يلقوا لما كان عصد داروري ما كان رش شوية ديال الموارد كان دهن مرة بزيت مرة بكريم على حسب شنو المنتوج اللي توتم على البشرة وشنو المنتوج اللي خلال البشرة ديلي شوية ترجع مزيته لأنه أنا النوعية ديلي لبنات هي بشرة جافة للأسف فخصني شي كريم اللي يرطب لي يلوكو عفو الوجه ديالي يعني ماشي يزيدين شفوليا يعني هذه هما النصائح اللي نقدر نسحكم بيهم من الأحسن حبيباتي تستخدموا الواقي الشمسي وتعاوديه كل ساعتين وخطكني غدا غدا لأن الشمس بك لا تكون قوية خصوصا في الفترة ما بين الجوجو ثلاثة يعني هنا كسكون الشمس مفرطة يعني كبير كثيرا بزر وإلى خرج دي غير تسخري تقدري طبيعا تجي واخد الوين وقلاء الوجيه ديالك فلتو يكون غير حمر فهذا الشي اللي كين حبيباتين سبنا هاد الفيديو عجبكم من الاستحسان ديالكم ما تنسوناش مني اللايك حاولوا تكتروا منهم عفاكم الله يساعدكم ما غا تخسري التاشي حاجة غا دي غير تفرحيني وتساعديني فقط لا أقل البنات ولا أكتر وكي ما غا تفرحيني الله يفرحك والله يساعدك بدك شي اللي يتمنى الخاطر ديالك ما تنسوناش غزالتي من الاشتراك ديالكم طبيعا الحال في القناة مع تفعلكم لزر الجرس لي كي تتوصلوا بكل ما هو جديد خليوا لنا تعليقات الاقتراحات الاستفسارات وغا دي نتلقى معكم إن شاء الله في المزيد من الفيديوهات يعني لبناس بزاف دياللي فيديو مصورهم ليكم إن شاء الله ندل ليهم غير المونتاج وننزلهم ليكم وأي وصفهم طبيعا الحال حبيتوها سواء الشعر أو الشيب أو الجسم أو الأسنان فقلوها لي إن شاء الله ونجيكم بيها وانتلقى معكم في فيديوهات المقبلة إلى اللقاء